بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أعزائي والصف الثاني المتوسط أهلا بكم في درس جديد في grammar is there an escape سوف نتحدث عن count و non count يعني اسم count و non count الأسماء المعدودة والأسماء غير المعدودة يعني ما معنى هذا الكلام؟ الأسم المعدود الذي نعرف أن نعده بالعقل و بالمنطق و بالإمكانيات وهو في اللغة الإنجليزية يمكن أن نجيب منه singular أو plural يعني ممكن أن يكون singular أخليه بلوران و بلوران أخليه singular أضيفه S E S أو حتى جامع الشهر مثل woman woman ممكن أن نجمعه إنما الأسماء غير المعدودة التي لا يمكن أن نعدها لا بالعقل ولا بالمنطق ولا بالإمكانيات مثل الأشياء المطحونة جدا زي السكر والملح والدقيق أو السوايل أو الأشياء المتعددة الأشكال زي الأثاث و زي الخبز والجبن والفلوس والآخر يعني هنا أقول لك a burger two border an egg three eggs instead of eating Thi öğ ونستخدم معهم لآ ولآ لأن آ وآ يأتي مع المفهد الأسماع غير محدودة لا ينفعون أرائس ولا يقول مثلا أتي حسناً استخدام some وany يوصم معناها بعض وany معناها أي Some يستخدم في الآثور في الجمل المثبتة يعني لا يوجد نافي ونط بينما any في الآثور في الجمل المنفية أيضا هنا فهو نقط ، أضع ، و لا يعني أي شكل من الأشكال بالعش прочراً موقع السؤال إستخدم البيضات المباددة مع الـ Non-Count Now مع الأسماء غير المعدودة و مع الضوء الأساسي أيضا هناك بعض الواقع في بعض العصير أو هناك بعض الروس في بعض البطاطس المقليا أو هناك بعض الأشكال جملة منفية فحتى نفسها أو هناك بعض الحكومة لكن هناك بعض الروس استخدمنا SOME لأنه لا يوجد نافي في السؤال تشكل بها ولكن أضع IS مكان ذير وذير مكان IS و ARE مكان ذير وذير مكان ARE هل هناك أي جوز؟ انظر أي شيء في السؤال السؤال لو بدأ بـ IS THERE هل هناك أي جوز في أي عصير؟ هل هناك أي فائز؟ بعض الوقت يستخدم الوقت لتعرض لتعرض على شيء هل تريد بعض البيتزا؟ ماذا عن بعض القهوة؟ ماذا عن بعض القهوة؟ بالنسبة لتعرض يعني يحب أو يرغب وتختصى كده I' I' What would you like؟ ماذا تحب هذا ترغب؟ Would you like some mustard on 38 عاوز بعض الخرد على الأكل I'd like a steak sandwich عاوز Steak Yes, please. No thank you لو أنت عاوز تقول أيوة لو أنت غافض ستقول No thank you البرشي تايفز يسمونها النواحق الجزئية الأسماء غير معدودة يا شباب لكي أجعلها معدودة سأرى أنها توضع في ماذا؟ مثلا الجوز أختار الكيك ما هي كب موكب و أي حلقة كوب و أي حلقة كيك و أي حلقة كيك هو قطعة من الكيك أو أي حلقة كيك أو أي شيء أو أي حلقة كيك ايس كريم بوتيتوس ايجز تشيز شوكلة نفس الموضوع لها اشكال وانواع متعددة خضروار ساندويتش جوس العصير تميتوز ايجز 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 انت ترى فرنش فرايز ايجز بطاطا اسماقلي فرايز ايجز ايجز and a green salad I'd like a piece of cheesecake for dessert I'd like eggs and a cup of coffee and a cup of coffee How about turkey sandwiches for lunch How about some turkey sandwiches I am thirsty, may I have a glass of water and a glass complete the conversation use some or any order would you like you can use the word more than once is this Genus Italian restaurant yes it is this is Tony speaking how can I help you I want to I want to order food for delivery what 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 would you like I'd like I'd like meinstrum and lasagna blusini do you have apple juice some any sorry we don't have any juice would you like some coffee or any coffee yes please two cups of hot coffee anything else yes don't forget to include some garlic bread some garlic bread some garlic bread some garlic bread it is so delicious listen and mark what 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 I want what what I want conversation one can I help you I'd like the grilled chicken with baked potato or fries the baked potato please and can I have a large soda okay do you want any dessert let me see yes I'd like some vanilla ice cream conversation two would you like to order now yes please I want a pizza what kind cheese and mushrooms what size medium please sure would you like a house salad yes and an iced tea طيب يا شباب هي بها هي عوزت السلط وطلبت بردو iced tea طبعا اسمها يا شباب بالإس لما تأتي فنات تدومنا في الجمع في أحيان بطلط إس أو إز أو إز أو إز اسمها كده س ذ 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